ونبدأ اللي احنا نعمل عملية روبينج لف كده حوالين الوريد واللي ظهر قدامي ده هو البازيلك وده اللي احنا هنركب فيه باذن الله وناخد مسحب الكحول فوق المنطقة اللي احنا هنركب فيها سريعا كده تجهز الكانول بتاعتك هناخد الجزء الاصفر اللي هو فوق ده او هنفتحه وناخد الجزء الابيض اللي هو ورا هنحطه هنا هتسحب بس سحبة بسيطة زي كده بدأ يظهر عندنا دم هنا نفك الجلافز هتمسك الجزء ده كده اللي هو السن وبالصبع ده هتمسك هنا هتسحب لورا سننا زي كده وتزوء الجزء البلاستيكي سننا زي كده ده بره البلاستيكي جوه بعد كده هنضغط بالثلاث صوابع دول هنا كده عشان ما فيش اي دم يطلع معانا ونطلع بالسن بتاعنا نقفل كانولا بتاعتنا هنحط بلاسترايا فوق هنا كده الاول بلاسترايا التانية هتقطعها زي كده وهنحط واحدة اخيرة هنا واخر حاجة وهي ان احنا نتأكد ان الكانولا بتاعتنا شغالة نبدأ ان احنا ندخل محلول الملح زي كده ونلاحظ المنطقة دي لو ورمت ازرقت احمرت المريض قالك انا بتوجع انت لقيت مقاومة يبقى كده الكانولا بتاعتك مش شغالة لكن لو لقيتها سلكة زي كده معاك خلاص يبقى الكانولا بتاعتك شغالة ودي فيها الادوية اللي انت عايزها ويتعلق المحلية لكل اللي انت عايزه ويا ريت ما اننساش اللايك والاشتراك والسلام عليكم